مساء الخير زهور زوج ريم طارق الأوليني اللي كانت متجاوزها قبل حسن شاكوش طلع في لقاء وقال ان هو تجاوز ريم شهرين وان هو طلقها بعد الجواز بشهرين لأسباب أهلها قالوا هالو تمنحها من الاستمرار في الجواز أو حتى انها تتجاوز مرة تانية وعلشان كده كان هو مستغرب جدا انها تجاوزت من حسن شاكوش لانها سبب طلقها منه انها كانت مريضة وقال كمان انا معرفش اذا كان حسن يعرف ان هي مريضة قبل الزواج او لا لكن اللي حصل معاه هو ان اهلها ارغمو ان هو يطلقها لان المراد اللي كانت بتعاني منه ده بيمنحها من الزواج وقال كمان ان الموضوع كبير وانا ما كنتش عايز اتكلم فيه بس وجه لها رسالة وقال لها رجع الربنا وما تقزيش غيرك وقال كمان ان هو طالع في اللقاء ده علشان بس يتنازلوا عن القضايا اللي هم رفعينها ضده وقال ان هو طلقها فعلا وخدت الايمة وخدت كل حاجة وقال ان قيمة الايمة اللي كانت عليه كانت بحوالي 300 الف وبعد ما خدوا الفرش وكل المكتوب بالايمة والشقة بقت فاضية تماما راحوا رفعوا عليه قضية بالايمة وفيه شهود كمان يشهدوا معاه اصحاب المحلات البيت اللي هو كان قاعد فيه وده كان غير المشاكل اللي كانت ما بينهم وان ريم دايما كانت بتتهمه ان هو صعيدي ومش متفتح المفاجأة بقى النهاردة ان حسن شاكوش حرر محضر ديد ريم طارق وهو ان ريم طركت بيت الزوجية بدون علم انها خدت مبلغ 500 الف جنيه والفلوس دي بتاع حسن بكده حسن قدم بلاغ للسرقة ديد ريم الجديد بقى ان محامي حسن طلع وانكر كل التهم اللي ريم كانت موجهها لحسن ان لهو طردها ولا اخد منها اصال الامانة اللي هي قالت عليه لان وصل الامانة اللي هي قالت عليه ده قالت عليه مؤخر الصدا وان مؤخر الصدا ده بيتكتب في الايمة مش بيتكتب لوحده اما بقى بالنسبة للشبكة بتاعتها فكانت بحوزتها يعني كل الاتهمات اللي اتهمتها ريم لحسن ملهاش اي اساس من الصحة وكلها ادعاءات جاذبة والد ريم طارق السيد دخل في مكالمة اليفونية مع ريهام سعيد ونفى كل الكلام ده وكلام طليق ريم الاول ان هو ما استلامش اي منقلات زي ما هو قال وان لحد وقتنا هذا كل الفرش في الشقة وما خرجش منها وقال كمان والد ريم ان هو واخد عليه حكم بالحبس لان هو ما ادلوش اي منقلات ايهام سعيد سألته وقالت له هو صحيح حسن شاكوش حرر محضر بالسرقة ضد ريم رد وقال انا معرفش اي حاجة عن الموضوع ده اما بقى بالنسبة ان ريم سحرة لحسن شاكوش وعمل له عمل وعمل له سحر فوالدها قال ان هو معارقة من الشيخ اللي على طول بيروح له حسن شاكوش وان الشيخ ده دايما بيجيله البيت ويقراله كرآن وبيحصنوا من اي اعمال وقال كمان والد ريم ان حسن بيقول ان الناس عمل له اعمال ان هو ينتحر ويموت اما بقى بالنسبة للبوست اللي نزلته ريم قبل كده ودي كانت ستوري نزلت على الانستجرام وقالت حسبي الله ونعم الوكيل فيه وقال والد ريم ان سبب الخلافات ما بينهم كانت الخيانة اشتركوا في القناة